وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 373 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 277 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 12 طن سلع غذائية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط ما يقرب من 175 طن أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 89 طن سلع في مجال قضايا المخابز تم ضبط 604 قضايا من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات